تكون جميع المواد من وحدات بنائية تسمى العناصر الكيميائية ويعرف العلماء حتى الآن حوالي 118 عنصرا كل عنصر له اسم ورنس قام العالم مندليف بكتابة أسماء العناصر على بطاقات ورتبها من الأخفة رتبة إلى الأثقل رتبة في جدول يسمى بالجدول الدوري ويمكن تصنيف العناصر في الجدول الدوري بأكثر من طريقة ومن هذه الطرق تصنيف العناصر إلى الفلزات اللافلزات أشباح الفلزات كيف أميز بين الفلزات واللافلزات الفلزات تشكي الفلزات ثلاثة أربعة العناصر وتقع في الجانب الأيسر والأوسط من الجدول الدوري من أشهرها شيوعا الحديد الألمنيوم النحاس الماغنيسيوم الذهب الفلزة والزئب توجد جميع الفلزات في الحالة الصلبة ما عدا الزئبق وهو سائل صفات الفلزات اللمعان والقابلية للتوصي الكهربائي والحراري وسهولة تشكيلها بسبب قابليةها للطرق والسحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض الفلزات تتعرض للتآكل في البيئة الخارجية مثل تآكل الحديد بفعل الصدى عندما يشتعل الماغنيسيوم فإنه يضيع إضاءة بيضاء لذلك يستخدم في الألعاب النارية استخدامات الفلزات يستخدم الحديد في أعمال البناء وفي صناعة هياكل السيارات لقوته يستعمل النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية يستعمل الذهب والفضة في الحلي والمجوهرات اللافل الزات تقع اللافل الزات في الجانب الأيمن للجدول الدولي توجد في حالات مختلفة بخلاف الفلزات الصلب كالكبريت واليود السائلة كالبرون الغازية كالأكسجين أهم صفاتها غير لامعة رديئة التوصيل الكهربائي والحراري غير قابلة لعادة التشكيل بالطرب والسحب استخداماتها 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 تستخدم في صناعة البلاستيك يستعمل كلور لتعقيم مياه الشرب وبرك السباحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر